في خضم صراع الدائر بين إسرائيل وحزب الله تتواصل الهجمات وتزداد حدة التوترات بين الطرفين مخلفة المزيدة من القتلى والجرح والأضرار المادية لكل الجانبين ولو أن حصيلة الخسائر في لبنان تفوق تلك المسجلة لدى السلطات الإسرائيلية بحسب البيانات الرسمية الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قالت إن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من لبنان وتحديدا في جنوب وشرق البلاد ما أسفر عن مقوع قتلى وجرحة إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية منذ تشرين الأول أكتوبر العام الفائت إلى ثلاثة آلاف قتيل وأكثر من 13 ألفا واربعمائة وتسعين جريحا وتتزامن هذه الهجمات مع معارك محتدمة بين قوات إسرائيلية متوغلة وعناصر من حزب الله في مناطق بجنوب لبنان أسفرت عن قتلى وجرحة من الطرفين حزب الله من جانبه أعلن قصف مواقع وتجمعات عسكرية على الحدود وفي شمال إسرائيل بما في ذلك موقعاء البغداد والامطلة إلى جانب استهداف شمال مدينة صفد برشقة صاروخية الجيش الإسرائيلي قال بدوره إن قواته اعترضت صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه خليج حيفا فيما دوت صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من شمال إسرائيل ويوم الاثنين أعلن الجيش رصده إطلاق تسعين قذيفة صاروخية على الأقل من لبنان باتجاه إسرائيل شكرا